عنده حب سيطرة كتير علي طيب مني نشوف طاقتكم المشتركة حاليا او شو ممكن يكون واحدة من الاسباب اللي قدت يكون في بينكم مشاكل يعني ومجادلات بيحكي لك في اشياء انت وهالشخص كنتو مش عم تركسوا عليها كتير او كنتو عم تتجاهلوها اكتر يعني في طرف منكم ايضا كتير غامض او ما بيحب يحكي او الطاقة بينكم المشتركة كانت طاقة كنتو بتخبوا كتير في جو حالكم مش عم تحكوا مش عم تعبروا لبعض عم بتشعركم امشوف ايضا انت وهو مركزين على الناحية المادية وفي منكم سبب المشاكل انو واحدة من يعني سبب المشاكل اللي بينكم في طرف كان بده ارتباط والتزام جدي ولكن ما حكى فيه او كان حس انو صعب عليه عبر او يكون صريح مع الطرف الاخر انو انا بدي علاقة جدية بدي ارتباط جدي لانو ممكن تكون بداية العلاقة بينكم علاقة صداقة لانو عندك انت هون بطاقتك تري اوف تري اوف كبس فممكن بدايتك مع هالشخص كانت بداية صداقة هنشوف ايضا واحدة من الاسباب اللي عم يعني عم تأدي لخلل بالعلاقة او مشاكل بينكم انو انتو عم تحاول تحلوا الموضوع بطريقة بفرض السلطة او بفرض القوة يعني انت مش راضي تتنازل ولا هو راضي يتنازل وعمشوف انو في ما في تين مورك او ما في مشاركة بالعمل او مشاركة بالشغل يعني انت عم تحاول تشتغل على العلاقة وهو عم تحاول يشتغل على العلاقة ولكن ما في شراكة يعني انت تبني سيناريوهات في داخل عقلك وهو ايضا عمشوف تحكمه على الموضوع من غير ما تسأل الشخص الاخر لانو اصلا في عندكم صيوبة بمسارحة افكاركم ومشاعركم تجاه بعض طيب خلينا نشوف خطوتك للمستقبل او انت شو مخطط تساويب المستقبل inner child انت عمشوفك رح تركز او بدك تهتم اكتر بالطفل الداخلي لجوك او بمشاعرك الداخلية اللي انت عمشوف كنت عم تتجاهلها اكتر او عم تتجاهلها حتى حاليا عمشوفك بالمستقبل او عم تهتم بالتفاصيل اللي انت وبمشاعرك الداخلية اللي عم تحس فيها بالذات بعواطفك وبايجابيتك يعني عمشوف انو انت مش حاب فكرة انو انت حزين او زعلان او مشاعر المشاعر السلبية عم تتمكن عليك انت مش حاب هالاشي فانت عم شوفك عم تهتم اكتر بطبيعة مشاعرك وباللي بتحس في داخل يعني في داخلك يعني اذا انت عم تشك بالشخص الاخر انو فيه معوحدة اخر او فيه طرف ثالث بحياته او فقط عم تشك بطبيعة التواصل بينك وبينه انو هو مش جدي وما عم تشوف فيه الو نهاية عم شوفك رح مش رح تيجي على حالك اكتر مش رح تضحي اكتر لانو عم شوف اغلبكم ضحيت او اعطيت من عندك فيه سبيل انو يعني تنجح العلاقة كان بدك تنجح العلاقة مع الشخص ولكن عم شوف اغلب عندك ورقة الساحر هون فاغلب افكارك او اغلب طاقتك اللي بتوجهها رح تكون فيه سبيل مشاعرك او باللي بتحس فيه انت من جوا عم شوفك ايضا فيه عندك مشروع او فكرة كرياتيب او فكرة ابداعية من نوع ما رح تركز عليها اكتر يعني عم شوفك مركز على حالك اكتر وكيف تطور من حالك اكتر ما عم شوفك للمستقبل مركز كتير على تصليح العلاقة بينك وبينها الشخص اكتر ما انك مركز على كيف تصلح من حالك وتطور من حالك خلينا شوف خطوة الحبيب القادمة في المستقبل الشخص اللي عم بتعمل معه او الحبيب او الشريك رح يمر بفترة صعبة بفترة رح يتعرض فيها الى كتير من الاغراءات رح يكون لانه ايضا في فترة انعزال هالشخص رح يمر فيها يعني في فترة مش رح تحكي انت مع هالشخص ممكن تكونوا حاليا منفصلين او ممكن يخف التواصل او يخف الكونيكشن بينكم عم شوف انه بالمستقبل مش رح يكون هالشخص كتير متحمس الى فكرة الحب رح يكون متردد بفكرة الحب او بفكرة العلاقة بينكم لانه في عنده شكوك ومخاوف داخلية انه انه انت او برج الميزان في عندك اطراف اخرى في عندك طرف تالت عم شوف انه ايضا ايضا اذا في عنده عروض حب خارجية عن العلاقة ما عم شوفه مقدم على علاقة جديدة عم شوفه مركز اكتر على روحانيات وهالشخص لانه في عنده مخاوف بالعلاقة ايضا اذا انت اذا هالشخص انت حاس حالك او ممكن العلاقة بينكم حسيت انك انضلمت فيها عم شوف هالشخص يمركز اكتر على انه يكون عادل او بده يكون يعطي يعني ينصف في حق العلاقة عم شوفه مش عم يحاول يكون متلاعب أو إشي مثل هيك بده الوضع بينكم يكون أنا أصفه حقاني أيضا طاقته رح تكون سريع على أنه في عندك كرت هوائي هون هالشخص في عنده خبر من نوعنا رسالة أو إشي حاب يحكي فيه معك أو عم شوفه ورح حاول يتقرب منك ولكن بنفس الوقت لأنه هاي حركة تقدم وعندك هون أيضا 9 of Wands يعني هالشخص باني مثل الصور حوالين حاله فعم حسه كأنه متناقض شوي بأفكاره الداخلية مع حاله إنه بده يقرب منك بده يحكي معك ولكن في نفس الوقت عم شوفه دفاعي شوي أو رح يكون مش بمعنى دفاعي رح يكون شوي متردد هالشخص متردد بأخذ الخطوة أو رح يكون حذر جدا بأخذ الخطوة أو حذر جدا بكيف يحكي معك كيف يتواصل معك كيف تكون بداية الحكي معك أبي ما نشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل مصيري العلاقة خلينا نحكي شو ممكن الأبراج اللي ممكن تتعامل معها لأنه دائما شوف بالكومنتات أنا دائما منصح شو هي الأبراج بس الطاقات اللي ممكن عم تتعامل معها في عندك ممكن تتعامل مع برج الحمل ممكن تتعامل مع أبراج نارية ممكن تتعامل مع برج تورابيا أيضا في عندي أوراق تورابيا هون ممكن عم التعامل مع برج العذراء هنا عندك The Hermit بس ممكن يكون أي برج آخر هاي فقط طاقات اللي موجودة عندي بجهة أو بسايد الشريك طيب طاقتكم في المستقبل أو مصير العلاقة في المستقبل في انت وهو لسبب ما لانو هالكارت سالف سابوتاج انت وهو لسبب ما عم كل ما تصير الأمور بينكم كل ما تتحسن الأمور بينكم في طرف منكم أو بيجوز حتى تكون طاقتكم الثنين في شخص منكم أو انتو الثنين عم تحاولوا تخربوا بالعلاقة بحيث انو تختلق أمور أو تتسرع بإصدار الحكم على هالشخص أو انت عم شوف جستس كارد عم شوف انو في شخص لازم لازم يكون عادل بحق هالعلاقة أو يعني لازم تكون لانو العادل مش بس فقط بانو ما يكون في طرف تالت أو اشي مثلي هيك ممكن انت تكون مش عادل بحق حالك وبحق الشخص انك تحكم هالعلاقة وتتسرع بإصدار الحكم على هالشخص بدون ما تسمح انو يكون في مساحة يكون فيها تفسير أو شرح للأمور فتعقدكم بالمستقبل بدك تنتبه من هالشي إذا لبعض منكم المنفصلين إذا وجدتوا لبعض لانو عم شوف في عندي اسوف كوبس هنا يعني في عندك بدايات بالعاطفة جديدة ولكن كرت النصيحة سيلف سابتوش بيحكي لك انتبه ما انو تكون متسرع جدا أو تطلق الأحكام بسرعة بحكم هالعلاقة أو مع هالشخص بدك تنتبه عم شوف أيضا في بينكم بالمستقبل طاقة انتظار شوي على طريق من الناحية العقلية أو من ناحية الكومينيكيشن والتواصل عم شوف في حكيم الفعل بدكم تحكو فيه فيه تطور وانتصار من نوعنا بما يخص العلاقة بينكم لانو هالكرت بيحكي عن شخص طالع من معركة أو طالع من إشي منتصر فعم شوف بما انو الطاقة مشتركة بينكم عم شوف انو فيه تطور إيجابي رح يكون فيه صالح العلاقة بينكم فيه فقط فترة انتظار بسيطة رح تصير أو فيه شخص عم يستنى رسالة أو خبر من طرف معين ولكن بما يخص البدايات أو ممكن عم شوف انو إذا للمنفصلين منكم إذا صار فيه بينكم مشكلة وانتو مش عم تحكو مع بعض حاليا ومشوف فيه بداية جديدة بينكم وأيضا رح تعطيك نوع من الانتصار أو للطرف المظلوم أو ممكن تكونوا انتو الاثنين مظلومين بسراحة بالعلاقة يعني ممكن تكون ظروف اللي بينكم اللي قدت إلى انفصال العلاقة ممكن تكون ظروف خارجية يعني خارج عن إرادتك وخارج عن إرادته ممكن ما تكون بالضرورة مشكلة صارت بينكم لكن عم شوف انو عندك جاستيس كارد عندك سيكس اف وانز وإيس اف كوب يعني عندك بدايات جديدة وعندك تطور وإشي رح تطلع منه منتصر أو رح تطلع منه منتصرين وأيضا عندك جاستيس كارد يعني فيه عندك حد اللي رح يصير بالموضوع ممكن تكونوا انتو الاثنين اللي انضلمتوا بالموضوع ورح يصير فيه بينكم يعني النصر ورح تطور العلاقة عم شوف فيه ممكن تكون فيه فترة خمول فقط بينكم بوقت ما تلتقوا مع بعض أو تحكوا مع بعض أو تتواصلوا مع بعض لأنه فيه عندي هون طاقة انتظار أوكي حبايبي برج الميزان بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح جفكم في فيديو قادم شكرا لكم